اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل لان قطع مفروشات ولكن شيء بالفراغ يسمى نحس هلأ فكرة المعرض اجت في الحقيقة من الحالة اللي عاشتها يعني عاشوها السوريين بشكل عام بالفترة الماضية هلأ الفترة الماضي العاشية السورييني هلأ الانتقلوا من مكان نفترضوا نحن أي الي مكان بي هلأ المكايد الى المكايد الي مفترض هو البلد الي نعتبروا هو حاضن الذكريات وووووى الى اخره وينتقلوا فيه إلى عالم B اللي هو عالم الأحلام والطموح وإلى آخره هلأ ما بين العالمين فيه مرحلة انتقالية هلأ بالمرحلة الانتقالية الإنسان بيعيش لحالتين بيعيش الذكريات وبعيش الأحلام نحن افطردنا أن الحالة هاي ما حبينا تكون حالة حزينة ففي البداية يعني بداية طرح المشروع على الطلاب طبعا نحن نختار طلاب معينين من يكونوا هن الأكفأ اللي ممكن نحن يقدوا الفكرة اللي مطرحة عليهم في البداية نحن كان المعرض باسم يوم في العالم الافتراضي بحيث أن يفهموا شو العالم الافتراضي يفهموا الحالة يفهم كذا هلأ بعد ما حطوا الأفكار نحن سحبنا كلمة يوم وحطينا قارب القارب هلأ لما أنا بكون عايش ذكريات وأنا منطلق باتجاه الأحلام في الوسط في مرحلة انتقال هلأ السوريين كلهم عمليا انتقلوا في القارب القارب اللي شفناه كله اللي كان هو سبب مآسي وواء إلى آخره القارب ما بيخليك في حالة سكون فبيخليك في حالة تفاعل مستمر دائماً الميل من تحت تأخذنا يمين تأخذنا الشمال تأخذنا للخلف تأخذنا فدائماً صار في خلط ما بين الذكريات وما بين الأحلام فمعدة الأمور واضحة هلأ اللي قدموه الشباب هذا هو اني كيف أنا كيف العمل تابعون اني صار هو خليطة عبارة من ذكريات ومن أحلام برأيك لأي درجة هاي الفكرة بتجسد أبعات فلسفية وكيف تم التعبير عنها ما كلها للشكل واللون هلأ هي الفكرة حقيقة بالمطلق فلسفية ولكن الفلسفية واقعية يعني مأخوذة عن الواقع المعاش المباشر دائماً الفلسفية تطرح أفكار مستقبلية أو بتناقش أفكار من الماضي لكن الحالة اللي عشناها الفكرة الفلسفية بصراحة حالة واقعية طبعاً نشوف مشاهد من المعرض أو بعض تكون قربة من الفكرة دكتور يعني الفن بشكل عام بعضه بيشوف أنه هو عكس وتجسيد للواقع البعض الآخر بيشوف لأ نخلينا نهرب من هالواقع بسلبياته بمقاسيبه كل شيء عم بيصير فيه اليوم شو قدرتوا تقولوا من خلال هذا العمل أنه نحن فعلاً قدرنا نهرب من المواقع قدرنا نصلح من الواقع قدرنا نعمل نظرة مستقبلية شو قلنا من خلال هذا العمل هل حقيقةً الفن ما لازم يكون أبداً هو من الواقع لأن الفن هو التجسيد للواقع نعم ولكن بيطرحوا بصور مختلفة بمعنى أني أنا دائماً الفنان ما مفروض يشوف الحالة مثل ما بشوفوها الآخرين فنان دائماً لا يشوف الأمور من الجهة الأخرى من الطرف المعاكس بحيث أن يسقط عليها رؤية والظلال تبعها يعني أنا ما بأخذ الكاسة هذي بيسقط عليها النور الكل بيشوفوها بنفس الطريقة ولكن لما بشوف أنا من الجهة من الطرف الآخر فبشوف الطريقة معاكسة تماماً فأنا بقدم للآخر للإنسان العادي فبقدم النظرة هو ما كان بتوقعها يعني بقدم شيء جديد أنا بساعده على فهمه بساعده على الاندماج بساعده على إلى 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 آخرين هلأ اللي عملوا الطلاب حقيقةً هلأ هني عاشوا الجو يعني عاشوا الحالة بس نحن ما عشنا الحالة بحالتها الحزينة بحالتها الواقعية عشنا الحالة بالعالم الافتراضي هلأ نحن ما نفوت للعالم الافتراضي بتعرفوا حضراتكم إنه نحن لازم يكون في عنا جهاز مفوت منشوف كل الأشياء هي واقعية ولكن في الحقيقة وجودها في الواقع الافتراضي هو غير واقعي لكن هي واقعية هلأ هذا اللي نحن حاولنا هلأ من خلال المواد الاختصاصية اللي درسوها في الكلية هن حاولوا يعني ياخدوا مرتكزات معينة وبنوا عليها الأفكار طب خلينا نحكي عن البعد الإنساني بالفكرة هلأ دائما البعد الإنساني حقيقة هو هذا في الفن لأن الفن في كتير موشودات في الحياة ممكن نعملها للجماد ممكن نعملها للحيوان ممكن نعملها ل لكن الفن الوحيد الحقيقة هو اللي ينتمي للإنسان لا يوجد فن إلا للإنسان خلينا ناخد بس مثلك دائما الفن هو يبحط الشعوب في المقدمة يبحطه بالخلف نحن للأسف الشديد عنا في بلادنا الفن هو شيء مهمش سواء كان موسيقى ولا سواء كان الفنون التشكيلية من ناحة ورسم وتصوير وحفر سواء حتى كان يعني برأيك مهمسة بالرغم من ظروف الأزمة اللي عشناها لا قبل الأزمة بالرغم من ظروف الأزمة اللي عشناها بقي الفن يعني بقي عم بيطلعوا بقي المواهب السورية يعني تظهر إبداعوا برأيك أنت أنه مهمش هلأ نحن بشكل عام الفن حتى عنا قبل الأزمة ما كان آخذ الدور اللي لازم يأخذه حقيقة هلأ ضمن الأزمة الفن إلى حد ما تقوقع هلأ الهدف حقيقة إذا حدب يقلع بالفن حاليا مو اللي بيو عمري والي أكبر مني اللي بيقلع بالفن حاليا هن الشباب لأن هن عبعيشوا مرحلة مفصلية حقيقة مفصلية هلأ هن داركن تدعمون يعني يمكن يكون بأي جانب من جوانب الحياة يمكن سمر فيه أغلاط فيه نقص معين واجبكن أنه أنتو قدرتوا تخدوا التجربة تعرفوا وين النقص وين الغلاط تقدروا تشجعوهم هون واجبكن ودوركن شقدرتوا تعملوا تحفزوا هدول الشباب يلي في مواهب ما فينا ننكر جبارة بالشباب السوري أكيد 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 أنا في شعلي دائما بركز عليها أول ما بفوت لعنت أول طلابي أول سنة لما بجي أول محاضرة بعطينوها بوقتون رجاء أن انتبهوا لشعلي كتير هامي أني أنتو أزكى مني بالمطلق أنتو أزكى مني هلا أنا أنتو ما عندكم الخبرة تبعي ولكن أنتو في الضرورة أزكى مني فلازم أنتو لازم أنتو تنتصروا على أنفسكم ويعني تروحوا نحو الأمام هلا نحن مهمتنا شو نحن مهمتنا توشيه ومهمتنا توضيح الأمور العالقة اللي هن ما بيحسنوا يعني مثلا شوفوا في شعلي كتير هامي في التدريس بأول سنة دائما أنا واحد الناس أنا ما بحب درس غير سنة أولى ليش سنة أولى لأني كون الطالب خام يمكن تماما هلا شو بيساوي الطالب الخام لما مثلا نرسم أو بننحط أو بننشغل تصميم يحط لك نقطة بالفراغ هو بحط النقطة أنا غير قادرة أن يحط النقطة بالفراغ لكن أنا بعرف أبني عليها فأنا بتعلم منه نحن للأسف الشديد هلا بنحكيها بعد إذا تتكرموا علي للأسف الشديد نحن دائما ندخص الطالب حقه طالب كتير زكي طالب كتير مندفع طالب كتير عنده معلومات طالب إلا 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 أكري نحن وجودنا اللي للأسف الشديد اللي متقوقعين على أفكارنا ونعتقد أنه نحن نملك ما يملكه الآخر نحن اللي عم نحد من وجودنا هلا لو عم شوفوا اللوحات الأعمال طيب أنا عندي طالب سنة أولى و سنة ثانية اللوحات تبعهم ارتفاعها 360 سنتيمتر دي عمية وثمانين هي لوحة جبارة مشان طالب سنة أولى أو سنة ثانية يحسني هاجم مساحة بهذا الشكل هذا ما بحسن أكيد دكتور بالختام خلينا نحكي كيف أنتم ممكن تدعموا الطلاب لا يقدروا يوصلوا للإبداع تماما هلا نحن نحن عنا منحجية في التدريس حقيقة كثير متميزة نحسن نقول أني أبوية خارجة القاعة عسكرية داخل القاعة جد وهلا في توجه عندنا في الكلية التالي أني أنا بعد الثانية هذه لن أقبل أن يكون هناك طالب غير جيد لسبب كثير بسيط أني كله الطلاب جيدين ولكن أنت كأستاذ بدك تجد الإسلوب والطريقة اللي تطلع منها الطالب هذا حقه طبعا نحن ما بدنا دكتور غير جيد طمعا هذا أكيد الطالب حقه يأخذ كل ما يقدم له هذا موفضل عليه ولا هي صدقة الرجل جاي لهون سواء كان في الجامعة الخاصة بفلوسه أو كان سماء في الجامعة العامة الدولة عم تدفعله فهذا حقه الطبيعي للأسف الشديد أني نحن كأسازة كأساز الجامعات والأغلبية الأسف شديد وأغلبهم زملائي ما بدي حدا يزعل مني بس الأسف الشديد أني نحن نتقوقع على أفكارنا ونعتقد أني أنا ما تعلمته هو الصح ويجب على الطالب أن يكون نسخة مني هذا أكبر خطأ الطالب هو امتداد إلي وقدم له خلال فترة سنة أو سنتين أو ثلاثة ما أعرفه مشان هو يحسن ينطلق ولكن ما بجمده ضمن المستوى المعرفي تابعي طبعا أكيد نتشكرك كثير لوجودك معنا ومنتمنى لك التوفيق أكيد دكتور سعادة سعادة دكتور بدي إليك شكرا كثير أنك موجود معنا نتمنى هاي النظرة الترجيعية والمخ يلي بيحفز الشباب يكون موجود عند أغلب دكاترتنا أنه فعلا طلبنا بيستحلوا كل التعام أكيد وفي التعقيم أخير لو ننتبه فقط أني لما نطلع نشوف الشباب السوري برا نشوفه دائما في المقدمة طبعا طبعا طبعا